لكن المشكل مش في هذه الحقيقة المشكل في كيفية مواجهة إسرائيل لو أنت بتكره إسرائيل على طريق شعبان عبد الرحيم فده حقك وطبيعي لكن رجل كان يغني مش بيخطط ويعمل سياسات ولا بياخد مواقف ولا مطلوب منه صناعة قرار لكن لما تكره إسرائيل فلا تفعل إلا أن تخدمها وتخدم مشروعها فأنت في حقيقة الأمر في حاجة إلى مراجعة نفسك تماما لأن الأمر فيه غاية الخطورة ليه؟ تعال أثبتلك أن دعمك أنت لحماس سواء أنت صديقي وأخي يعني وجاري والمواطن حبيبي أو أنت صديقي وخويا اليساري أو صديقي وخويا الناصري أو أي حد من الدواير التي تظن في نفسها داعمة لحماس وبتحاول حتى بتواقح وبواقاحة أنها تساوي ما بين 6 أكتوبر وما بين 7 أكتوبر في الأثر أو في الأهمية أو بتجيبهم في جملة واحدة حتى تعال أثبتلك أن ما تفعله هو دعم الإسرائيل إزاي؟ أقولك إزاي؟ أنت لما بتدعم حماس أو حزب الله وهذه فرصة أيضا لكي يحاول البعض أن يراجع أنفسهم ومراجعة الزات والنفس فرض على فكرة مطلوب وضروري وإنساني وسياسي المعطيات والمتغيرات والوقائع والآثار اللي بتخلي الإنسان لابد أن يعيد حساباته بل ويعيد اقتناعاته بل ويعيد أفكاره ويعيد التفكير فيها بإمعان وبتفحص ومواقفه كذلك الجمود والتخشب الدجمة وحالة يعني أن أفكارك تستعبدك وتأثرك مسألة دليل غباوة مش دليل نباهة مش دليل ثبات ولا مبادئ ده دليل حمرية لها فكرة لا أحد يستفيد من قراءة الواقع والمتغيرات ومن المستجدات ده معناه إيه معناه إيه معناه التخشب والجمود معناه إنكار الحقيقة والواقع معناه أنك هتبقى هتأمل زي هتبقى كانت مشاكل